هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري هذا واستقبل مطار العريش الدولي 471 طائرة منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي حملت على متنية أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة وقدمت 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية المساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات مساعدات في مطار العريش بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية ترجمة نانسي قنقر